كل المؤشرات تدل على أن تركيا قررت الذهاب بعيداً في موضوع القضاء على أي وجود لمسلح حزب العمال الكردستاني في جبال كردستان العراق إعلان وزير الدفاع التركي نوردين جانكلي بإقامة قواعد ووجود عسكر دائم في هذه المناطق يندرج ضمن هذا السياق والذي سيلقي بحسب مستشارين سابقين في رئاسة الجمهورية مسؤولية كبرى على الدبلوماسية العراقية في وادي أخطارها التي تمس سيادة وأمن العراق تأتي القوات وتذهب كما تشاء وهذا شيء خطير طبعاً على العراق إقامة القواعد بدون علم أو بدون إذن الدولة العراقية هذا خرق طبعاً هو الخارجي الذي تمثل الدولة العراقية المفروض الخارجية لا تقبل لكن تركيا جاد هذه المرة في توجيه ضربة قاصمة ضد البككة بحسب خبرى عسكريين والحديث عن الدبلوماسية كخيار بديل لم يعد تطبيقه نافعاً مع الخطط العسكرية لتركيا الأتراك جادون في العملية العسكرية كما أسلفنا قبل قليل وهم لا يعتمدون على الدبلوماسية كثيرة ويتعكزون على الاتفاق الأمنية الستراتيجية التي وقعت بينهم وبين العراق ومع الإيمان المطلق بحطمية عدم تمكن الجيش التركي تحقيق نصر نهائي في حسم الصراع العسكري مع البككة فإن أوساطاً سياسية أخرى تعتقد أن لجوء البككة والحكومة التركية إلى المفاوضات هو الخيار الأفضل لتجنب المنطقة الكوارث وتحقيق السلام فيها الموضوع ليس أنه وجود قوات في المنطقة بل هناك مشكلة كردية داخل تركيا لازم أن تنحل ولازم أن يحايروا مع بعض لحل السياسي أن يتوصلوا إلى حل السياسي حتى وإن كان التصعيد الأخير للجيش التركي مجرد دعاية انتخابية بتعبير رئيس الوزراء حيدر العبادي فإن مراقبين يصفونه بالتصعيد الخطير ضمن هذا الصراع الأزلي من أربيل يوسف المندلاوي الحر